وهي دي اخرتها لما تحب تحتفل بعد ميلادك زي ما الناس بتاع ايجبت بيحتفلوا كنت رايح كازين الشطبي عشان روح هناك محل اسمه اوبا باصطلع قفل من 3 سنين فدخلنا كريف المكان الصراحة كان نظيف قوي من جوه طلبت منهم ان انا صور الدكوريشنز والحاجات دي من جوه بس هم رفضوا بس بغض النظر عن اي حاجة انت بتبقى قاعد كده منك للبحر على طول فالفيو الصراحة بيبقى حلو قوي زائد كمان ان انت لو ركزت كافة لانعكاس ممكن تبص على الدكوريشنز تحت المكان يعني المهم بتعمل اسكان كده الباركود على الترابيزة بيطلع لك المينيو احنا صراحة كنا عايزين نحلي فدخلنا في كاسم الدزيرس عدنا نقلب فيه كده شوية وطلبنا شوية حاجات فالله بينا نشوف طلبنا ايه اول حاجة طلبناها هي شوكولت شيب لافا كيك ودي بتكون عبارة عن ايه عجينة كوكيز وعليها شوية قطع شوكولاتة واول ما بتفتحها بتلاقي الشوكولاتة كمان بتنزل من جوه ومعاها كمان بولت ايس كريم هي نفس فكرة المولتن كيك بالزبط بس بدل العجينة بتاعت الكيكة عجينة بتاعت كوكي هي كانت لذيذة صراحة وحلوة بس الفكرة انها كانت تقيلة اوي 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 يعني انت متخيل ان هي مش عجينة كيكة لا هي عجينة كوكي فالموضوع الموضوع تقيل وغير كده الشوكولاتة اللي هم كانوا مستخدمينها من جوه اللي انت اول ما بتفتح الكوكية بتطلع لك نوعه ما كانش احسن حاجة صراحة يعني بصوا من الاخر يعني انا كنت حاس انها لو تعبت شوية وقعدت ادور كده على اليوتيوب هارف اجيبي الوصفة دي من اللي عنيت وممكن اعملها وممكن تبقى احلى من كده كمان وخلي بالكم انا ما بقولش انها وحشة انا بقول ان انا كنت مستني بالرقم اللي احنا دفعناه ان انا اخد حاجة احلى من كده بس صحيح احنا دفعنا كان بقى في الكوكي دي 111 جنيه هو اي نعم يعني مشها اللي دفعت زوجاتي الحبيبة هي اللي كانت عزماني بس سيئان يعني استيل برضو 111 جنيه في هذا الشيء صراحة كتير بس الامانة الايس كريم الفانيليا اللي كان جاي معاها كان نظيف وكان طعمه حلو قوي وكمان لما بتاخد الاتنين مع بعض كده بيحل طعمها اكتر بكتير تاني حاجة طلبناها بقى هي لوتس كنافة بومب ولو انت كتفاكرا ان شوكلة شيب لافا كيك دي غالية فاحب اقولك ان اللوتس كنافة بومب دي ب143 جنيه بس انسبنا من السعر المهم هي عبارة عن ايه هي عبارة عن ميكس جبن كده في النص متحوط من بره ببسكوت لوتس وعليهم من فوق شوية كنافة وفزدو ومعاهم ايس كريم لوتس وجاي معاهم كده على جنب سوس لوتس متخفف المهم بقى يا جماعة بغض النظر عن سعر الطبق ده بس هو كان حلو جدا 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 يعني طبقة البسكوت اللي بره مع الميكس جبن اللي جوه دي لوحدها كانت حلوة جدا شوية بقى كنافة والفزدو والحنياكة اللي فوق دي برضو كانت جميلة ومع ايس كريم اللوتس اللي كان جنبها مع سوس اللوتس انا الصراحة طبق ده مزجني يعني انا كنت ممسوط جدا بيه ولا اي حد بيحب اللوتس لطبق ده هيعجبه ولو انت فاكر ان هو مسكر قوي لا فهو ميكس الجبن اللي جوه ده مش مسكر مع الحتة اللي بره اللي هي البسكوت دي وبتاعه وانت بتاكل الابتين مع بعض فده وده بيعاد له بعض فعمتا بص انا انا فعلا اتبسط قوي بالطبق ده واخر حاجة بقى قفلنا بيها هو الهوت شوكولت كان في قسم كده في المينيو اسمه هووت شوكولت اند انفوجينز الهوت شوكولت اللي جوه كان شكله وهمي وهمي يعني الهوت شوكولت نفسه كان باين ان هو تقيل مع شوية ويبن كريم كده من فوق وصوصاته ومع ماكرون كده على جنبه وبتاعه بس لما جبنا اتفاجئنا بقى عايز اقولكم ان ده كوباية نسكويك حرفيا ده كوباية نسكويك يعني لو انت متوقع مني ان انا هقولك مثلا لا ان هم حتى تابوا فيه عملوا لك شوكولاتة عملوا لك اي حاجة لا كوباية نسكويك الويبن كريم اللي فوق ده مش موجود الماكرونز اللي مفروض تيجي معادي مش موجودة ولا منكم يعرفش الماكرونز سيبلكي صورتها كده على الشاشة الحاجات دي كلها مش موجودة غير شكل في المينيو كان فيه مارشاميل وحركات كده من فوق زوجاتي الحبيب بقى دفعت في الهوت شوكولت ده كام دفعت 67 جنيه يعني احنا كانوا ممكن نجيب علبة نسكويك ولتر لبن ونعمل زربيح نسكويك بقى في البيت نقض نختص فيه كده وعلى فكرة انا مش مدايقني في الموضوع ان هو نسكويك انا اللي مدايقني ان هم صرفين كل المصاريف على المكان ده وكسلوا يحطوا ويبن كريم وشوية الحاجات اللي في الصورة والله انا كنتش طالب اي حاجة اكتر من اللي في الصورة المهم في اخر الفيديو ده باع يعني هو مش محتاج ملحص اصلا هو الحاجة اللي انا ممكن نروح عشانها تاني هي لوتس كنافة بومب بس فيه رسالة عايزة وصلها لاصحاب المحلات بعد اذنكم الاكل اللي في الصور او اللي في الفيديوهات هو اللي يتقدم للناس عشان المصدقية بتاعتكم والله مش عشان اي حاجة تانية عشان خطر الواحد بس لما يلاقي حاجة شكلها تشده هو يطلبها يتمزج بيها وحتى لو هو متأزم بالسر بس يبقى في الاخر اخد الحاجة اللي هو شايفها قدامه وبس كده شكرا جدا ليكم لو انت لسا بتتفرجوا لغاية دلوقتي كان معكم ابوازة من قناة لايف وزوازة سلام